من أراد أن ينتفع بما في القرآن من مواعظ وما فيه من هدى وأن يحقق كمال الإيمان فليخل قلبه للرحمن وليقبل على ما ينفعه من علوم القرآن وأن اشتغاله بغير ذلك يزاحم وأعطى جوابا وجيها أو ربط هذه القاعدة بالإجابة عن كيف يبلغ الحق قوما مع ظهوره وقوة برهانه لكنهم لا يقبلونه الجواب أن قلوبهم امتلأت بغيره فلما امتلأت قلوبهم بغيره لم يكن فيها مكان لقبوله ولا يتحقق ذلك أي لا يتحقق القبول إلا لمن شرح الله صدره وأنار بصيرته وكشف عنه عماه فطهر قلبه عن كل ما يضاده حتى يكون قلبه محلاً للهدى والنرى